كابتل حسين لبيب كان عنده يعني استجابة لطلبات الوزير أو الوزير طبعا ممثل للدولة في الجلسة اللي كانت النهاردة هل كان فيه نوع من أنواع الاستجابة المبدئية لحد ما يتم العودة لمجلس قدارة نهاية زي ماكو ده اللي حصل وفي الاخر كان فيه قرار نهائي؟ لا بص الكابتل حسين في النهاية هو رئيس النادي أه بس هو فرض في المنظومة مجلس الإفاق طبعا فبالتالي لابد ان أي قرار يُعرض على مجلس ده وده قمة الديمقراطية اللي بيحصل في نهاية الزمالك اللي بيحصل طبعا انا لو كنت بيحصل الزمالك ده حاجة ايجابية جدا انا كريس النادي اراه اعود مع وزير واعود مع موضوع كلها واتحضر لضغوط وما اخدش وما ما طلعش قرار إلا لما ارجع للمجلس ده ده شيء ايجابي جدا هذا شيء رائع هو هو الكابتل حسين اللي حصل اني سامع واحد اتنين تا وما دهمش قرار ارجع لمجلس اقول لك الحاجة كمان انا الاكتر من كده والله العظيم لو كان مجلس ادارة انا بقولها بمنتهى الوضوحة اقول لو كان مجلس ادارة نادي الزمالك تراجع عن موقفه كان هيبقى تطرف مغزي عند جمهور نادي الزمالك ولن يقبل ابدا وهم بصراحة للامانة كان لازم يتمسكوا موقفهم لان الموضوع كبر بس اتمنى بس اتمنى من اي مسئول من اي مسئول في مصر والله مش الكابتل طب انتم معانا هو يعني انتم موافقين على موقف الزمالك مين انتم ايه مين انتو ميتمسلوا نفسكم طب انا عن نفسي ان رجل مجلس ادارته لكن اللازمة كلها ليه لا طبعا ليه لا صمل جينتان انا طالبت بحل مجلس الاذارة يا راجل ارحمنا فقة الفتاوي اللي انتو بتطالبها دي لا انا باقول لو انسحاب حصل زيزم اللي فاتت ديا محار ما هو حصل يعنا انا كنت يوميها سمعت اعتزر على اعتزر 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 لو مجلس الاذارة لو مجلس الاذارة لنادي خد قرار خاطط يسيء لسبعة الاذارة المصرية لا لازم يكون في عقوبة طبعا لازم بك في عقوبة احنا ناسين كده احنا نتكلم عا فكرة الترابع طبعا لازم اهله اهله انا بعمل ازمة بيسيب بموارب لان نادي زمالك مستعملش الموارب لان نادي زمالك من اول يوم الرقل الرئيس النادي اقلك مش هنلعب وازم لابنا انا انا استقيل يعني فيه واحد بيسيب يا عمري ما فيش كده وعشان عندنا ثقة في الموارب يا سيني ما فيش ازمة كده دي اله سيني جا مجلس إدارة الزمالك بيبحث عن مصرح عمل فلو الفرق عشان كده أنا بتكلم ليه انديك الدوري لم تتضامن مع الزمالك بالرغم من انها مضرورة جميع انديك الدوري مضرورة ليه نتائج الاسبوع من قبل الربطة نتائج مباريات الدوري هذا الاسبوع هتلاقي مطش الاهلي والزمالك انسحاب الزمالك المكتوب انسحاب الزمالك تشايف من عندك انسحاب الزمالك اهي تحت ودين صفر ليه النادي الزمالك لم ينتحب الزمالك يعتذر. ده اعلان. هم معتبرها انسحاب ده موضوعهم. تمام. نعم ربنا حادسzt الله انا هجبدية. هم معتبرها انسحاب لكن انا ما انا ما انا ما انا ما ارشت. نتمنى من الامور تان صالح. انا بس بطلب بس بأس لكدا من اي مسئول يسيب موارب بجد يعني لازم من اي مسئول. طبعا طبعا. لازم يسيب باب موارب لاحتوال ازمة. وبعدين تقول عليه حنافي. يعني هو يسيب باب موارب وانت تقول عليه حنافي بعد كده. الله العظيم.